بعد ساعات قليلة من دخول مصر مرحلة الصمت الانتخابي وقبل يومين من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية يدول فجار عنيف في مدينة الإسكندرية ويهز منطقة رشد شرق المدينة الساحلية الفجار كان يستهدف وفق بيان وزارة الداخلية مدير أمن المحافظة خلال مرور موكبه لكن المسؤول الأمني الرفيع نجى من الحادث الذي أوقع قتلين من رجال الأمن وأربعة جرحا وتركت تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة والأهداف من هذا الاعتداء استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية تم باستخدام عبوة ناسفة وضعت أسفل إحدى السيارات المتوقفة على أحد جانباء الطريق وتم تفجيرها عن بعض فأوقعت عدد من القطة والمصابين من أفراد الشرطة مدير أمن الإسكندرية الذي نجى من الهجوم عاد للمكان ليقود فريقا من رجال الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للتحقيق في الحادث مواجهن الاتهامة لجماعة الإخوان المحظورة بالوقوف وعلى الهجوم الفترة الماضية كلها جماعة الإخوان بقنواتها وعلامها وقياداتها شغلين على قصة شغلين على قصة أن العملية الانتخابية تفشل وأن الناس ينجدوا الناس المصريين لا يطلعوا لصنديق الإقتراع لما تمت المرحلة الأولى من الانتخابات خارج مصر خارج البلاد وكان فيه جموع كتير جدا شاركت في كل بلاد العالم ده كان صدمة بالنسبة لجماعة الإخوان وحلفاء مباشرة على طول بدأت التهديدات تطلع من تنظيم داعش ده يدلل على أن فيه مساحة من التنسيق ما بين الاثنين المصادر الأمنية الرسمية قللت من تأثير الهجوم على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررت يوم الاثنين وأشارت إلى أن خطة تأمين الانتخابات التي بدأت تنفيذها تتضمن حجد الآلاف من ضباط وأفراد الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية بكافة المحافظات خلال مرحلة التصويت ولحين إعلان نتائج فرز الأصوات شايف أنه اللي هيشارك في الانتخابات مكرر أنه يشارك من البداية واللي مقاطع الانتخابات أو مش هينزل مكرر أنه ما ينزلش وبالتالي ما فيش تغيير هيحدث لا زيادة الأقبال ولا تقليل المشاركة بمعنى أن ده عملية ننظر لها في حدودها أنها محاولة اغتيال لشخصية أمنية كبيرة في محافظة إسكندرية وبالتالي هناك 26 محافظة لم يتحدث أي عمل إرهابي وبالتالي ليس هناك تأثير على الناخبين ويأتي حادث الإسكندرية بعد فترة هدوء ملعوظ في وطيرة الهجمات الإرهابية لا سيامة مع قيام القوات المسلحة والشرطة منذ الشهر الماضي بتنفيذ الخطة الأمنية الموسعة لملاحقة الإرهابيين والمعروفة باسم العملية الشاملة سيناء 2018 والتي أسفرت عن مصر عشرات المسلحين وتدمير عدد من الأوكار ومخازن الأسلحة محمد صلاح الزهار سكاي نيوز عربية القاهرة وينضم إلينا من القاهرة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية العميد خالد عكاشة أهلا بك سعادة العميد عبر سكاي نيوز عربية بعد كل هذه التحذيرات من تفجيرات واعتداءات تفسد الانتخابات الرئاسية أي قراءة أولا لتوقيت هذا التفجير الذي جاء قبل 48 ساعة من بدأ الانتخابات الرئاسية وغدات هذه الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة جوية في سيناء يعني أعتقد التوقيت بالفعل يتحدث عن نفسه العملية الانتخابية هي المستهدف الرئيسي وكما جاء فيها أقوال كافة الذين ظهروا في التقرير منذ دقائق هناك رغبة لدى قطاع من المقاطعين لمحاولة حسط المواطنين على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحق السياسي وممارسة الإدلاب الأصوات في الانتخابات الرئاسية على رأس هذه الكتلة هي جماعة الإخوان جماعة الإخوان من اللحظة الأولى تحاول تبني هذا الطرح من خلال منصتها الإعلامية من خلال صفحات على السوشيال ميديا من خلال قنوات تلفزيونية تبث على مدار الساعة وفي الوقت ذاته هناك بيانات قد صدرت من تنظيم الإخوان يدعو صراحات المواطنين لعدم الذهاب التنظيم الإخوان لديه زراعين إرهابيين مسلحين يعملان على الساحة المصرية هم حركة حسم وتنظيم لواء الثورة وهما تنظيمين إرهابيين مصنفين على مستوى العالم بأنهما تنظيمات إرهابية رسمية أعتقد بأن أصابع الاتهام تشير إلى إحدى هذين التنظيمين بكونه هو الذي يقف وراء الحادثة اليوم هناك بالفعل اختيار للتوقيت قبل أيام قليلة لمحاولة وصول الرسالة واحتفاظها بتزاجتها في ذهنية المواطنين بأن هناك مساحة من مساحات الترويع لكن تبقى بالفعل كما جاء منذ قليل بأنها هي عملية محدودة في النهاية عملية في مدينة كبيرة مثل الإسكندرية لكن هناك 27 محافظة سأشهدوا خلال الأيام القادمة عمليات تأمين مكسفة الخطة الأمنية موضوعة وبها بعض من سيناريوهات احتمالات أن يكون هناك أعمال إرهابية هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار هل أيضا تأتي رد على الاستطلاعات التي تقول أن الاقتراع سيكون بكثافة بعد هذه الدعوات في مختلف المحافظات المصرية للناخبين للإدلاء بأصواتهم؟ من دون شك أنا أنحز إلى هذا الرأي الذي يفسر أن تنظيم الإخوان يحاول أن يلقي ببعد سلبي أو رسالة سلبية لدى المواطنين ليس بقدر الترويع فقط ولكن بمحاولة إيصال رسالة بأن الأمن لم يتحقق حتى الآن بأن المعادلة الأمنية هي قابلة للعبس من قبل التنظيمات الإرهابية خاصة والدولة المصرية فعلا في حالة طوارئ وفي مرحلة من مراحل المجابهة الشاملة من خلال عملية سينا 2018 يعني هناك أهداف تقوم بها الأجهزة المصرية لمحاولة الوصول بالمعادلة الأمنية إلى أقصى درجات الاستقرار والهدوء الإخوان والتنظيمات الإرهابية يحاولوا أن يدخلوا على الخط المقابل لهذه المعادلة بالنظر إلى التحضيرات مع دخول البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي وفق تقارير دولية تقول أن هذه الانتخابات وسط إجراءات استثنائية إن كانت إجراءات أمنية هذا التنظيم الغير مسبوك في مصر التسهيلات المقدمة أمام اللجان إن كان لدخول المسنين أيضا ربما شبيهة بانتخابات كانت تحصل في أوروبا وفي الغرب وفعلا مصر تشد هذه المرة الأولى نحن نلحظ فعلا منذ أسابيع بأن هناك تركيز من الأجهزة والمؤسسات المصرية بالخروج بالتجهيزات والخروج بتفاصيل العملية الانتخابية بكاملها على أفضل صورة ممكنة النظام المصري الحالي والمؤسسات يراهنوا على أن يكون هذا الاستحقاق هو استحقاق يحظى باحترام الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي ويريد أن يكون مستندا على شرعية حقيقية تؤسس له في الفترة المقبلة هناك رغبة بالوصول إلى الحالة الأمنية وحالة الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية منذ الإدلاق بالأصوات أو بداية من الإدلاق بالأصوات وصولا إلى الخروج وأصدار النتائج يراد لهذه العملية أن تعكس أن هناك حالة استقرار حقيقية هناك إرادة سياسية جيدة وإيجابية يراهن عليها النظام المصري خلال الفترة الحالية والأعوام المقبلة هي رسالة هامة نلحظ تفاصيل كثيرة لها بالفعل في طيات العملية والتجهيزات الانتخابية واللوجيستية الخاصة بعملية الإدلاق بالأصوات ما بين حسن سير العملية الانتخابية حسن معاملة الناخبين هذه الحداثة في إجراء إداريا ولوجيستيا في حصول وإجراء هذه الانتخابات وكما أشرت أهمية الانتظام العام والأمن في المقابل ما حصل في الإسكندرية مؤشر إلى عملية بعبوة بدائية صنع تستهدف شارع مقتض وتستهدف أيضا رجل الأمن رفيع المستوى ماذا تعني هذه المنطقة القريبة من سيناء بعد زيارة الرئيس السيسب بالأمس على مستوى ملف الإرهاب ونحن نتابع هذا الملف عن كثب ساعة بعد ساعة محافظات الداخل ربما تشهد معادلة تهديد مختلفة عن ما يجري فيه سيناء سيناء هناك تهديد كان له طابع خاص تنظيم يقدم نفسه كأحد فروع تنظيم داعش لديه إمكانيات استلزمت دخول قوات المسلحة والقوات الخاصة ومجموعات ووحدات على أعلى مستوى للقيام بعملية كسر لهذه الإمكانيات وللقضاء على التنظيم لكن تبقى محافظات الداخل المستويات الموجودة أو الإمكانيات الموجودة لدى التنظيمات الإرهابية مختلفة إلى حد كبير هي إمكانيات محدودة تنظيم حاسم واللواء الثورة هم المتهم الأول بكونهم هم يراهنون على محافظات الشهيرة ومحافظات الداخل يقصروا عملهم على المدن الكبيرة مثل العاصمة أو مدن مثل الأسكندرية أو غيرها من المدن السكنية الضخمة أعتقد أن عملية صباح اليوم ستمثل جرس إنذار لدى الأجهزة الأمنية عليها أن تتوقع سيناريوهات أو أماكن غير متوقعة عليها أن تكون على درجة أعلى من الجاهزية هي بالفعل أعلنت عن خطة أمنية محكمة ومشاركة عدد كبير من القوات بل ربما قوات المسلحة ستساهم مع الأجهزة الأمنية ببعض الوحدات لتعاوض النقص العددي في مهام تأمينية لبعض الأماكن لكن يبقى أن يكون هناك عملية تكسيف أمني في مناطق قد تشهد مثل تكرار لمثل الحادثة الذي كنا بصدده صباح اليوم الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ومدير المركز الوطني للدراسات العميد خالد أكاشا كنت معنا من العاصمة المصرية شكرا لك شكرا لك